هو يعني ايه كلمة التكنولوجيا دي ايه التكنولوجيا دي اي جهاز كهربي بالذات التكنولوجيا الكهربية اي جهاز كهربي متطور ده بنسميحنا تكنولوجيا لان جهاز عمال يتطور فتطور بتاعه بيحتاج مثلا كهرباء يعني ببقى انا صح فكهرباء بيبقى ناتج منها موجات كهرومغناطسية طيب احنا عايزين نقول ايه بقى فيه عالم اسمه هينزي قرستد سنة 1819 الراجل بيعمل تجربته في المعمل بتاعه فسلك كده عادي وحدة ابرة مرمية تحت كده ده لا اراضي يعني مش واقع ببالو يعني فمشي طيار كهرابي ويعمل تجربته لا الابرة لتحت رحت منحرفة كده قال لك ايه اللي خلى الابرة تنحرف طب غير اتجهت الطيار الكهرابي خلاه يمشي النحادي لا الابرة انحرفت تنحرف تاني قال لك وايه اللي حصل ده فاتضح له ايه بقى ان اي طيار كهرابي بيمشي في سلك اي طيار كهرابي يمشي في سلك بيتولت حواليه مجال مغناطيسي اي كهرابة ماشية في سلك كهرابة بتمشي كده في سلك بيبقى حواليها مجال مغناطيسي المصيبة السودة بقى لو المجال المغناطيسي ده اتجاهه وده اتجاه يعني ده اتجاه الطيار الكهرابي وده اتجاه المجال المغناطيسي لو الاتنين دولت عنده بيخرج حاجة تالتة بقى كده منهم الليه موجات الكهراب مغناطيسية يعني مثلا تبقى عاملة كده عشان بس نوضع حاجة تخرج بقى ليه الحاجة البضة دي دي موجات كهرومغناطسية ايه يا بقى موجات الكهرومغناطسية اللي سيادتك بتتكلم بقى في التليفون اللي انتو بننقل صورة دلوقتي ليكوا بيها كل حاجة في حياتنا بقى الوقتي متحملة على موجات الكهرومغناطسية لان خصائصها جميلة جدا بقى عندها اختراق فزيع وتختارك الأجسام وتمشي فواسة بقى مادة هوا غير هوا كده يوضح لنا عن ايه موجات كهرومغناطسية والنساء زباق كنترول يقردان فيديو للموجات الكهرومغناطسية فضل لكنترول من ضرائب عصرنا الحالي فهذه الموجات تلكنا من كل نحو وصوب تماما كالهواء والطيف الكهرومغناطسي يشتمل على انواع عديدة من الاشعاعات الكهرومغناطسية نذكر منها الموجات الراديوية والاشعة المرئية والاشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والاشعة اكس وجامع وينقسم الطيف الكهرومغناطسي الى ترددات واشعاعات مؤينة كاشعة اكس وجامع بالاضافة الى الاشعاعات غير المؤينة وهذه الاخيرة تتراوح بين الاشعة المنخفضة الترددات الى تلك التي تتمتع بترددات اعلى كالضوء الذي نراه بالعين المجردة ومن بين الترددات المنخفضة نذكر الموجات الناتجة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخطوط السكك الحديدية والتجهيزات الكهربائية المنزلية اما الشاشات والسخنات العاملة بالتحريض الكهرومغناطسي فتولد ترددات اعلى الى ذلك تدخل ترددات الراديو اف ام و اي ام في خانة الترددات الراديوية تماما كأنظمة الواي فاي وافران المايكروويف واجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة الاشعة تحت الحمراء بدورها تنتج بشكل اساسي عن اجهزة التحكم عن بعد والمدافئ ولا ننسى الاشعة ما فوق البنفسجية التي تتربع على رأس طيف الاشعاعات غير المؤينة فهي تنبعث من المصابيح الشمسية ومصابيح العلوجين وتختلف اثار الاشعاعات على جسم الانسان باختلاف نوعها ومدة تعرض الشخص لها فكلما عدوا الموجات الكهروماغناطيسية من ضرائب عصرنا الحالي طيب انا لمستك كده يعني ايه موجات كهروماغناطيسية الموضوع ده مهم جدا مهم جدا ده فيه ناس للأسف جايبها عند البرج اللي يقطع اقربها الضغط العالي يعني فيه حد انت تتخيل خلينا مثلا بالمعلومة اللي ناس عرفها فيه حد يروح عند سك حديد شريط القطر ويروح بني بيت الناس يقولك ايه ده متخلف لان انت عارف ان القطر هيجي يزيله يبقى انت عندك معلومة طيب